بعد سنوات من الحياد الذي يساوي بين الجلاد والضحية ويقف بالوسط بين من يسرق وينهب أقوات الناس وبين من يموت جوعا تحاول الأمم المتحدة أن تقارب الحقيقة في تصريحات مسؤوليها وهي تؤكد أن التحديات الكبرى التي يواجهها برنامج الغذاء العالم لا تتمثل بالسلاح وإنما بالدور المعيق والمعرقل لبعض قادة الميليشيا في مناطق سيطرتهم التصريحات أتبعت بتلويح مباشر من قبل المنظمة بتعليق عملية توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في حال استمرار عرقلة النشاط الإنساني هذا ما نطقت به لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والذي قال إن المنظمة الدولية تحقق في جميع حالات العراقيل والانتهاكات التي تطال عمل الوكالات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين مضيفاً أن إعادة البناء والنهوض بالاقتصاد اليمن ومعالجة الأضرار المادية ستحتاج إلى أعوام طويلة وذلك اكتشاف آخر يضاف لاكتشافات الأمم المتحدة المبهرة التي تحتاج إلى أعوام من الجهد والبحث والتعب برنامج الأغذية العالمي أكد أن المساعدات الغذائية لليمن تتعرض للنهب على يد بعض المسؤولين الحوثيين الفاسدين وغير المتعاونين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ونقل تلفزيون بي بي سين عن رئيس البرنامج ديفيت بيزلين قوله إن جهود البرنامج للوصول للمحتاجين تتعرض لعراقيل مستمرة وتوقع بيزلين أن تتسبب انتقاداته العلانية غير المعتادة في رد فعل الحوثيين بفرض مزيد من تضييق على عمال الإغاثة هذه التصريحات تأتي متزامنة مع تحقيق أجرته سي أن أن والذي كشف عن استغلال الميليشيا للمساعدات وتوجيهها لصالح الحرب التي تقودها على اليمنيين التحقيق كشف على لسان دبلوماسيين ومصادر داخل الوكالات الإنسانية عن قيام الميليشيا بتحويل بعض المساعدات إلى الوحدات القتالية التابعة لها وبيعها في السوق السوداء بالإضافة إلى استخدامها في شراء الدعم السياسي لقضية الميليشيا